رئيس السيسي يوجه بتنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة والسعي نحو زيادة مغزونها الاستراتيجي روسيا تفرض عقوبة على الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبة جديدة على موسكو زيل نسكي يدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أمنهم من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش ناشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة مع السعي نحو زيادة مغزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة وجه رئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع سمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ تسعيرات الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة توفير الارصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغبائية الاساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الاطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغبائية الاسية للدولة واكدا توفرها بالكميات المناسبة للمواطنين وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة اشهر كما طلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الاسعار في هذا الاطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة انتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم ذلك تسعيره على ان تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيم مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الاضافي لسعر اردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والاعلان عنه في اقرب وقت ممكن واضف المتحدث الرسمي انه في اطار دعم الفئات الاكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية منخفضة الاسعار اكذلك توزيع كاراتين رمضان للمواد التموينية اهلا بحضرتكم من جديد عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنافي جبالي للقاهرة بعد زيارة رسمية الى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب شهدت زيارة نشطا مقسفا للوفد البرلماني المصري تضمن عقد سلسلتين من المباحثات الموسعة مع كل من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسيد مرزوق الغانم رئيسي مجلس الأم الكويتي وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد رئيسي مجلس الوزراء الكويتي تناولت تلك المباحثات سبلات عزيز العلاقات الصنائية المصرية الكويتية في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني كما تم استعراض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنسيق المواقف المصرية الكويتية في القضايا محلي الاهتمام المشترك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جاء ذلك خلال استقباله وفدا من أعضاء مجلس حوكمت برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر للمشاركة في الاجتماع الثالث للمجلس وخلال اللقاء شدد مدبولي على أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات صحية واقتصادية واقتماعية كبيرة بسبب تدعيات كورونا والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي حرس الحدود التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتل قوات حرس الحدود والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد اليماني قائد قوات حرس الحدود والتي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية كما أكد أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون الغالية والنفيسة من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس تناول خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات المطروحة على السحتين الإقليمية والدولية وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها فضلا عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصنعية لتوفير احتياجات البيت المصري بأسعار مخفضة تصل إلى 60% بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض في بعض السلع إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتستمر فعليتها على مدار شهر وتأتي تلك المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين وهو الهدف من المبادرة أنا عايزة أشكر سيادة الرئيس على الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها لنا هنا وفعلاً الحاجات الماتيرير بتاعتها كويسة وكل حاجة مناسبة جداً مبادرة حيلة وبصراحة كل حاجة موجودة وبأسعار كويسة جداً فإحنا طبعاً بنشكر جداً وزارة الداخلية على المبادرة الحلوة اللي هي عملاها هذه وكل صلاة من الطيبين المبادرة جاية في وقت كويس جداً في دخول شهر رمضان شايف المنتجات متوفرة وكلمات كبيرة والأسعار في المتناولة بالأسعار اللي موجودة برا تشارك في فعاليات المبادرة 993 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى المحافظات وكينات صناعية وشركات تجارية متخصصة وشوادر ومنافس بالميدين المختلفة موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسل الوصول إليها من قبل المواطنين لشراء متطلباتهم فضلاً عن قيام الوزارة بتوجيه قوافل متنقلة من السيارات المحملة بالسلع المخفض أسعارها بالمحافظات المختلفة موسيقى لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شخصة وشعر تحتاجي مدودك اللي بينا اشتاد تعودك واللي ومدنا من وجودك أحب أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بالمواطن المصري ومبادرة كلنا واحد اللي بنقدر نحنا ننزل نشتري من الأسواق ونجيب احتياجاتنا خصوصاً نحنا دخلين على أيام مباركة كميات كبيرة من السلع في السلاسل التجارية تتسم بالجودة العالية وتشير اللافتات عليها إلى نسب التخفيضات في إطار المبادرة وهو ما جذب أعداداً كبيراً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من هذه السلع بخاصة تلك التي ترتبط بشهر رمضان المباركة أسعار أقل مما كانت عالية في السابق يعني دلوقتي أحسن من أسبوع فيه الأسعار مخفضة حيث أننا أقدر أشتري كمية أكبر نحن نحن ذكرين كمان على شهر كريم فأكيد بنحتاج حاجات أكثر لحتاجات اليومية الزيوت والسكر المكارونات حاجات دي أسعارها ألطب كتير وأحلى كتير أنا بشك وزارة الداخلية على المبادرة الجميلة لزيل الظروف العالم اللي بيمر بيها والتخفيض الأسعار 50% دي حاجة كويسة أنا بشك وزارة الرئيس على المبادرة دي لأنها يكون مستمرة دايماً على طول إشادة واسعة من المواطنين بهذه المرحلة من المبادرة وبالجهد الذي تبزله القيادة السياسية للتخفيف عنهم وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لتوفير احتياجات المواطنين من خلال هذه المبادرة التي تؤكد على أهمية الدور الاجتماعي للوزارة أسعار منخفضة وكويسة جداً وأنا طبعاً بشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة دي وبشكر وزارة الداخلية وجيت اشتريت حاجات كتير وربنا يخليهم يا رب ويبرك البلد الجميلة دي كلنا واحد مبادرة تعني الكثير للمواطنين في هذه الظروف الراهنة تلبي احتياجاتهم الأساسية بأقل تكلفة ومنتجات ذات جودة عالية وتأتي من منطلق المسئولية الوطنية تجاه المواطنين والحرص على دعمهم إقبال كبير من المواطنين على السلسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين منها والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عبدالبركات التلفزيون المصري بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الماليزي سيف الدين بن عبدالله موضوعات تعاون الثني في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وماليزيا وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك جاء هذا في إطار جولة شكري الأسيوية التي تشمل أيضا سنغافورة وإندونيسيا وباكستان وبعد اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا لعد أهم ما تناولته المباحثات الرسمية خلال زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الأسيوية بحث وزير الخارجية سامح شكري مع الوزير الأول وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين عددا من موضوعات التعاون السنائي بين مصر وماليزيا تناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقة السنائية قدما نحو أفق أرحب وذلك في إطار مواصلة العمل على تطوير كافة أوجو العلاقات بين مصر وماليزيا كما التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير البيئة والمياه الماليزية توان إبراهيم وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تبادل رؤى بشأنها من الموضوعات المطروحة على جدوى الأعمال الدورة السبع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وصوب التعزيز التنسيق بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولا إلى المؤتمر خاصة في القضايا ذات الأولوية للبلدين وفي الملف الأوكراني أكد رئيس الأوكراني فلاديمار زيلنسكي أنه يجب على أوروبا أن تحمي نفسها من خلال مساعدة أوكراني على التصدي للهجمات الروسية جاء ذلك في كلمة وجهها زيلنسكي من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة إلى اجتماع لزعماء دول شمال أوروبا ودول ألبلطيقة وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده تتفهم أنها ليست عضوا في حلف الأطلنطية وبالتالي تقترح طريقة لحماية نفسها بشكل مستقل بشرط الحصول على ضمانات أمنية أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على قائمة العقوبات وأوضحت الخارجية الروسية أن قائمة العقوبات تضم وزير الدفاع الأمريكي لويد آستن ورئيس أركانه وعددا آخر من المسؤولين وعشرت موسكو إلى أن فرض العقوبات ضد قادة أمريكيين جاء ردا على سلسلة عقوبات أمريكية غير مسبوقة بما فيها تلك التي تحذر دخول كبار مسؤولي روسيا للتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على رئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو ضمن ما اعتبرته واشنطن بعقوبات ضد دول التي تساعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية لوكاشينكو بالفساد كذلك فرضت واشنطن عقوبات على زوجة الرئيس البيلاروسي وفق الاتحاد الأوروبي رسميا على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا وتشمل حزبة العقوبات حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة وصدرات السلع الكمالية ووردات منتجات الصلب وقالت المفوضية الأوروبية أنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكريملين ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسن ستالتنبرج بأن الحلفاء وفروا معدات عسكرية ومضادات ومسيرات الأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهات للعمليات العسكرية الروسية كما وصف أمين عام النيتو خلال مؤتمر صحفي تصرحات موسكو بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا بالأكاذيب من ناحية أخرى شدد ستالتنبرج على أن الحلف بحاجة لزيادة الاستثمار في قدراته الدفاعية داعيا الدول الأعضاء لزيادة الميزانية الدفاعية ل2% من الناتج القومية قمنا بزيادة تواجدنا في تلك الأجزاء من حلف النيتو ورفعنا جهزية القوات وعززنا من قدرتنا إذن الهجوم على أحد أعضاء حلف النيتو سيكون هناك رد عليهم من كافة دول حلف النيتو إن أعضاء حلف النيتو قد دعموا أوكرانيا على بدار سنوات عديدة خاصة منذ أن غزت روسيا للمرة الأولى عام 2014 ودول حلف النيتو مثل المملكة المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة وكندا أيضا ساعدوا في تدريب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة ومختلف القوات الأوكرانية والآن هم يقاتلون بكل شجاعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على كامل أراضي مقاطعة خرسون جنوبية أوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينوف بأن القوات الروسية استولت أيضا على نقطة حصين شمال العاصمة كياب وضف أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة كما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية بالإضافة إلى العصور على عشرة أنظمة سواريخ جافلين ومضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة غربية الصنع لغانسكا نارودных رеспублиك أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشيكو فرض حظر تجوال في المدينة لمدة 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس وشدد على عدم التنقل في أنحاء كييف أو الخروج من المنازل باستثناء ذهاب إلى الملاجئ شهدت كييف صباح اليوم عدة انفجارات في مناطق مختلفة من جراء القصف الروسي المتواصل كما دوت سفرات الإنذار في قلب العاصمة فيما استهدف القصف الروسي مدينتي خارجي أصفر قصف طال أحياء سكنية في كييف عن مقتل شخصين على الأقل وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية وذكر جهاز الطوارئ الأوكراني بأن جثتين انتشلتا من تحت أنقاض مبنى مكون من 16 طابقا في حي سيفياتيو شانسكي مضيفا أنه تم إنقاذ 27 شخص وفي نفس الموقع تعرض مبنى سكنين آخر في منطقة بودلاسك إلى هجوم وتصاعدت حدة المعارك في الأيام الأخيرة في محيط كييف فأصبحت محاصرة بالكامل من قبل القوات الروسية التي بدأت في العملية العسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي تتواصل العملية والعسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم العشرين على التوالي منذ بدايتها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وفي الوقت نفسه ما زالت لقاءة التفاوض بين الجانبين مستمرة دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وثيرة العمليات العسكرية أو حتى تأمين فتح ممرات أمنة لمغادرة الأوكرانيين عشرون يوما على بدء المعارك فوق الأراضي الأوكرانية ولا يزال دوي القصف أعلى من صوت العقل عشرون يوما من المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية ولا تزال أرض المعركة صاحبة الكلمة العليا وسط محاولات خجولة داخل الأرواقة الدبلوماسية لوقف القتال وحماية المدنيين مجلس الأمن الدولي شهد أمس جلسة جديدة لبحث تطورات الأزمة بمشاركة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لم يتوصل المشاركون في الجلسة إلى جديد فقد تبادل الجميع الاتهامات فقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن حرب معلومات واسعة النطاق تشن على بلاده مجددا في الوقت نفسه تجزئة مسألة الأمن في أي محادثات مقبلة مع الغرب تصريحات رد عليها رئيس منظمة الأمن والتعاون بالقول أن دول شمال الأطلنطية لا تشكل تهديدا لروسيا فيما اتهم مندوب أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بلاده أما على صعيد التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني فلا تزال الجولات تعقد تباعا حتى وصلت إلى أربع جولات حتى الآن دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وتيرة العمليات العسكرية أو حتى تأمين فتح ممرات آمنة لمغادرة الأوكرانيين وفيما قال رئيس الوفد الروسي المفاوض أن بلاده ستواصل المحادثات مع أوكرانيا يوميا عبر الفيديو قال مستشار في وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك مؤشرا على تقدم في الحوار مع الجانب الروسي معربا عن مخاوف حقيقية لدى حكومة كييف من استخدام موسكو للسلاح الكيموية وعلى صعيد الرسائل المتبادلة بين روسيا والغرب قال المتحدث باسم الكريملين أن أمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ليست قيد البحث في الوقت الراهن فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتمسك بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين إلى ذلك نفت وزارة الدفاع الأمريكية وجود قوات أمريكية في قاعدة يافوريف التي تعرضت لقصف الروسية وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن القوات الروسية استهدفت القاعدة الأوكرانية بالسواريخ كروز بعيدة المدى وعشر كيربي إلى أن تعفر القوات الروسية في أوكرانيا يعود بشكل أساسي إلى العقوبات والمقاومة والعقبات اللوجستية التي واجهتهم مشددا على أن الأجوال الأوكرانية متنازع عليها وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل بفاعلية رجح مستشار برئيسة الأوكرانية انتهاء العمليات العسكرية الروسية في بلاده بحلول أوائل مايو القادم مع نفادي ما لدى روسيا من مواد للهجوم وأوضح المسؤول الأوكراني خلال مقطع مصور أنه بعد إبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف يمكن أن تظل هناك اشتباكات صغيرة لفترة مشيرا إلى أنه من السينيوريوهات المحتمل أيضا يقدم روسيا على إرسال مزيد من المقاتلين الأجانب بمساعدة القوات الروسية في عملياتها العسكرية يتوجه رؤساء وزراء بولندا وشيك وسلوفينيا إلى أوكرانيا في زيارة لكييف اليوم ومن المقرر أن يقوموا خلال الزيارة بلقاء رئيسي أوكرانيا فولودمير زينيسكي كموثلين عن المجلس الأوروبي كما سيلتقي رؤساء حكومات الدول الثلاث مع رئيس وزراء أوكرانيا لبحث تطورات الأوضاع في البلاد السادسة متواصلة وتتابعون فيها الصين تسجل أكثر من خمسة ألاف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية أعلنت الصين تسجيل خمسة ألاف ومائتين وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء وبما يفوق دعف الإصابات عن اليوم السابق وكانت مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية هي الأكثر تضرورا حيث وصلت حالة الإصابات فيها إلى أكثر من سلاسة ألاف وفق لجنة الصحة الوطنية وأغلقت السلطة في الصين ما لا يقل عن 11 مدينة في جامعي أنحاء البلاد بسبب موجة التفشي الأخيرة بما في ذلك مدينة شينغين معقل التكنولوجيا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة قررت استراليا رفع الحظر عن السفن السياحية بعد مرور عامين من فرض القيود لمواجهة فيروس كورونا وذكرت مصادر صحفية في 17 أبريل أنه سيكون هناك موعد لعودة الرحلات البحرية والتعايش مع الفيروس بعد أن وصلت مستويات التحصين لأهل مستوياتها في البلاد مما ينعكس إجابا على اقتصادي وسياحة البلاد يذكر أن 18 ألف عامل في قطاع الرحلات البحرية خسروا وظائفهم أثناء الحظر وبلغت الخسائر نحو 5 مليارات دولار بحثت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب مع المدير التنفيذي للأكاديمية السلطنية للإدارة بسلطنة عمان دكتور علي بن قاسم اللواتي سبل التعاون المشترك بين المؤسستين والاطلاع على التجربة الفريدة للأكاديمية الوطنية للتدريب وخلال اللقاء أعرب المدير التنفيذي للأكاديمية السلطنية عن إعجابه بتمكين خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلفها المناصب القادية بالدولة وبدلاتها على نجاح باهر وفريد لتجربة مصر وإيمان الإرادة السياسية بقدرات الشباب ويعد دكتور اللواتي من أهم خمسين مفكرا في مجال الإدارة العامة والابتكار في العمل الحكومي في العالم نافى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء اطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجا بزعم الحصول على منح مالية موضحا أن الرابط المتداول مزيف وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة للوزراء بها مشيرا إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعية شدد المركز على نجاح الدولة في دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجا من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات أبرزها برنامج الدعم النقدية تكافل وكرمة والذي وصل عدد مستحقي إلى سلسة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف أسرة بإجمالي أربعة عشر مليون مواطن وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار جنيه سنويا افتتح وزير الزراع السيد القصير أحدث خط لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية كما تفقد الوزير أقسام المعهد بالكامل حيث يتكون من أربعة عشر قسما إنتاجيا للقاحات حيوانات المزارع واللقاحات الخاصة بالدواجن وبعض اللقاحات البكتيرية وينتج المعهد أربعة وسبعين نوعا من اللقاحات تمثل حائط الصد الأول ضد الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة بمصر نحن بننتج حوالي 72 لقاح سواء لحيوانات المزارع أو للدواجن كل ده الهدف تدعيم صناعة اللقاحات في مصر وتقصيلها باعتبارها توطين هذه الصناعة أيضا في ظل توجهات القدية السلسية أن نحن بنهتم بيء الصروة الداجنة والصروة الحيوانية وبالتالي كان لابد أن نتوسع في إنتاج اللقاحات وزي ما حضرتك شفت هذا الخط بيرفع نسبة كبيرة من الإنتاجية بيوصلنا إلى نسبة اكتفاء ذاتي برضو كبيرة نتجاوز حوالي 25 إلى 30% تتعرض محافظات الجمهورية لموجة من تقص البارد حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خلال الهيام الماضية المزيد عن أحوال التقص مع مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم هذا اللقاء مع محمود شهين مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية نتابع حالة التقص في ظل تقلبات جوية تشهدها معظم محافظات الجمهورية منذ يوم أو منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى اليوم السلثاء حيث تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار وبرودة شديدة على معظم المحافظات وتحديدا في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الجو بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسرعة الرياح تزيد من الشعور بهذه البرودة ويسود تقص معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وللوقوف أكثر على تفاصيل وتطورات المشهد اليوم والأيام المقبلة يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة دكتور محمود شهين وهو مدير عام مركز التنبؤات والإشعار داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنا برحب بسياتك فندم في البداية على شاشة تلفزيون المصري يعني تطورات هذه الموجة التي نشهدها منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى متى ستستمر هذه التقلبات الجوية أهلا بحضوك فندم وبكل أستاذ المشاهدين بالفعل وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية نوهنا وقلنا أنها تبدأ تحصل تقلبات جوية بعد الناس ما كانت بدأت تودع فصل الشتاء الأسبوع الماضي وارتفعت درجات الحرارة نتيجة المنخفضات الجوية اللي كانت بتتكون في الصحراء الغربية واللي عملت بالفعل على ارتفاعات في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتريب على معظم محافظات الجمهورية بدأت تتأثر البلاد زي ما احنا ما شايفين في الخرائط بكتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا هذه المناطق منخفضة جدا في درجات حرارتها بالفعل درجة الحرارة العظمى على أغلب محافظات الجمهورية انخفضت عن المعدلات الطبيعية بقيمة تتروح من 5 إلى 6 درجات درجة الحرارة العظمى بتسجل على القاهرة ما بين 15 و 16 درجة مقوية وعلى جنوب الصعيد عند القصر وأسوان 20 و 21 درجة مقوية خلال ساعات النهار طبعا وفترة الزهيرة فترات الليل أيضا درجات الحرارة خفضت بشكل كبير وعادت مرة أخرى إلى 9 درجات و 8 درجات وأقل من 5 درجات في محافظات شمال الصعيد ووسط سينة بالفعل وصلت إلى حد السقيع على هذه المناطق هذه الكتلة اللي جاية من جنوب شرق أوروبا مستمرة معانا لغاية يوم الأربع وكما نويت هيئة الأقصاد الجوية في نشرتها بإذن الله اعتبارا من يوم الخميس نشهد تحسن تدريجي في درجات الحرارة وارتفاعات تدريجية بقيم بتتروح من درجتين إلى 5 درجات مقوية على كافة محافظات الجمهورية بما فيهم طبعا القاهرة العاصمة إن شاء الله فصل الشتاء ينتهي يوم الحد اللي جاي 20 مارس ويبدأ فصل الربيع 21 مارس شكرا جزيلا هذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بحالة الطقس اليوم وباقي أيام الأسبوع وننصح المواطنين بالمتابعة الدورية لنشرات الأخبار فيما يتعلق بحالة الطقس وتوخي الحظر في عدم تخفيف الملابس في الفترة المقبلة كالكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الستوديو افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظة باني سويف محمد هانيا الكورنيش السفلي والممشى السياحي بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك على هامش احتفال المحافظة بعيدها القومي وأكد شعراوي حرص الدولة على توفير متنفس حضري لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم في المحافظات تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل على غرار مشروع ممشى أهل مصر من جانبها أكد محافظ باني سويف محمد غنيم على أنه تم تصميم وإنشاء نصب تذكاري جديد لشهداء الوطن وفق طراز معماري وهندسي مميز يليق بتضحيات ومكانة شهداء مصر الأبرار هذا مشروع كبير جدا في كونيش شايف مساحته العرضية كفيلة أنها ممكن تأدي مشروعات صغيرة وتشجع الشباب واسمعت من سيادته برضو أنه في حاليا دولاتي الغد دولاتي في عشر أكشاك للشباب بتعملت وستعمل برقورعة بالعدل بين الناس وبعضها حسب المتقدمين ونوعية الخدمة التي أدى نحن نتكلم دولاتي أنه إن شاء الله فيه شركة تأدي السيانة وخدمة بصفة عامة أنا شايف ده متنفس رائع وجايد جدا لأهل بنيسويف تمينا إن إحنا وإحنا بنعمل للممشى السياحي إن إحنا نعرف ولادنا الصغيرين بالقامات الكبيرة اللي من محافظة بنيسويف عملنا ممشى العظماء في نسخته الأولى وأطلقنا عشرين شخصية من ولاد المحافظة تقدر حضرتك إنك تعرف وتعرف ولادك الشخصيات اللي تولدت في بنيسويف ولي كان لها تأثير كبير في الدولة المصرية من وزراء وفنانين وكتاب وغيره افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض أهل الرمضان بمدخل طريق السلون بمدينة مرسى مطروح وذلك في إطار تجهيز وافتتح عدد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 20% للتخفيف عن المواطنين استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم وتفقد محافظ مطروح أقسام معرض أهل رمضان والمكون من قسمين أحدها للخضار والفاكهة واللحوم والآخر للسلع والمواد الغذائية ومتابع توفير السلع الرمضانية وتأكد من جودتها وأسعارها المخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق وجه محافظ مطروح استمرار المعرض حتى الأول من مايو القادم مشددا على ضرورة توفر كافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن انطلاق وفل وصل الخير للمساعدة الغذائية بجميع محافظات الجمهورية ضمن حملة المليون كارتون يأتي ذلك تنفيذ لتوجهة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف عن كهل المواطنين الأكثر احتياجا وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وستبدأ اليوم فرق والرصد الميداني والمتطوعون سيبدأون بمؤسسة حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية ببدء تحميل الشحنات استعدادا لتغزينها ثم توزيعها على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى وهي محافظات البحيرة وبنسويف والشرقية وكفر الشيخ والميا بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ومحافظة الغربية طارق رحمي عددا من الموضوعات الخاصة بالذوي الهمام ومراكز تنمية الأسرة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك في مستهل زيارة للوزيرة استعدادا لانتلاقي فعليات مبادرة تقدرون باختلاف بجامعة طنطة وعقب اللقاء قامت الوزيرة والمحافظة بتسليم مئة خلية نحل لعشرة مزرعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد دخل دعم للمزرعين ويأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربي النحل بالغربية لإقامة وحدة انتاجية لمنتجات نحل وانتاج العسل بطاقة ألف خلية تتضمن مستلزمات الانتاج والتشغيل بإجمالية تكلفة تصل إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه أطلقت مدرية السحاب أسوان القافلة الطبية بقرية توشكا غربية التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمت القافلة عشرة تخصصات طبية مختلفة وتم توقيع الكشف الطبي على ألف ومائتين وخمسة عشر شخص من أهل قرية تو القرية وصرف العلاج لهم بالمجن بنعم القافلة الطبية دي فيها عشر تخصصات من كبار الأخصائيين بالإضافة إلى جهاز الأشعة والمعمل اثنين معمل طفيلات والدم بالإضافة إلى التحويلات خاصة بالأمراض المزمنة اللي هي الدم والسكر والتحويلات اللي خاصة بالعملات الجرحية الأقرب من استشفيات خاصة بوزارة الصحة مبادرة حياة كريمة في قرية توشكا غرب هنا متواجدين أنفوز وحنجرة وفي حوالي عشرة تخصصات برضو تانية أسنان ورمض ونسة أو أكثر من تخصص متواجدين معنا حوالي 120 دواء متواجد معنا هنا بنشتغل في أغلب الحالات للقرى المحتاجة وأي حالات محتاجة تحويل أو رفير لمستشفى طبعا بنحولها بنشتغل مع الحالات اللي نقدر نتعامل معها هنا أعلنت مدرية الصحة بمحافظة تعدقهلي عن إطلاق قافلة طبية بقرية نوسا الغيتة بمركز ومدينة المنصورة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل القوافل جميع تخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبية للحالات المزمنة وتحويلها إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة وجميعها بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة للسيد فقامة رئيس الجمهورية يتم إطلاق القوافل العلاجية بجميع المحافظات محافظة الدهلية بتعمل ست قوافل شهريا القافلة بتشمل جميع التخصصات البطنة والأطفال والعظام والجراحة والأسنان القافلة فيها سيدلية فيها جميع أنواع الأدوية موجود فيها معمل متنقل بيشمل جميع أنواع التحليل وجهاز أشعة متنقل بنعمل أشعة للمريض يتم استصدار قرارات علاج نفقة الدولة للمريض بالمجان ويتم تحويله في حالة العمليات إلى المستشفى لإيجاء عمليات بالمجان والآن جاء موعدنا مع الأخبار الاقتصادية رغدا أبو ليلا معها أخبار المال والأعمال إليك رغدا شكرا لكم هبا حسين وإسر عبدالسطر إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عددا من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ونصت القرارات على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم والرياضة ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المرشاط كلمة في افتتاح معرض ومنتدى اكسبورت سمارت والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار دفع العلاقات التنائية بين مصر والولايات المتحدة من الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحرص وزارة التعاون الدولي من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم هذا القطاع الهام حيث وصل حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتحاتها إلى نحو 940 مليون دولار سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الوزارة على التنصيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة أصادرات مصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعليات ندوة الصنع والتصدير تنائية النمو والتنمية والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وأشرت الوزيرة إلى جهود الحكومة نحو مساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية خلال أزمة كورونا أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة لبيئة الأعمال تمثل أحد المقاومات الداعمة لسلاسل القيمة الإقليمية والتي تعزز الوطع التنافسي للدول الإفريقية والعربية جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في مائدة مستديرة بعنوان دور سلاسل القيمة الإقليمية وأهميتها في تعزز التجارة وتضفقات الاستثمار بين الدول العربية والإفريقية والتي أقيمت على هامش الاجتماع الثالث لمجلس حوكمت برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية والذي تتولى مصر رياسته لمدة عام أكد وزير الزراعة الصيد القصير أن هناك تعاون كبير مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية حيث تقوم الدولة حاليا بتنفيذ مشروعات زراعية كبرى جاء ذلك خلال حضور وزير الزراعة الحفلة الختمية لانتهاء دورات التدريبية لمركز الأقصر التنصيقي بالتعاون مع برنامج الغداء العالمي وقام وزير الزراعة بتسليم شهادات التدريب لـ 38 مبعوثا من 11 دولة إفريقية بالإضافة إلى الهند وأرمينيا وسريلانكا تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيا فيما تراجع مؤشر إي جي أكس 70 وإي جي أكس 100 وارتفع رأس المال السوقي بنحو 503 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 678 واربعمائة وستة عشر من ألف مليار بنيها وعلى صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 3 ملماء بالماء ليغلق عند مستوى 10 ألف واربعمائة وثلاث وعشرين نقطة في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.2 ملماء بالماء ليغلق عند مستوى 1818 نقطة وهبط مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 89 ملماء بالماء ليغلق عند مستوى 2747 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولر الأمريكي 15.66 ملماء جنيها لشراء و15.75 ملماء جنيها للبيع بالنسبة لليورو وصل إلى 17.21 ملماء 17.32 ملماء الإسترليني 20.45 ملماء 20.58 ملماء الدرهم الإماراتي 24.29 ملماء أخيراً الريال السعودي 17.24 ملماء في أسواق المعادن النفيسة واصل الذهب العالمين خفاضه مسجلاً 1928 دولاراً للأوقية أما على الصعيد المحلي فقد وصل عيار 18 إلى 757 جنيها للجرام أعيار 21 وصل إلى 883 جنيها للجرام أعيار 24 ألف وثمانية جنيهات الجنيه الذهب وصل إلى 7046 جنيها في أسواق البترول العالمية وصلت أسعار النفط خسائرها لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن خففت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا المخاوفة من تعطل آخر للإمدادات النفطية وتراجع التعقود خام القياس العالمي مزيج برينت بنسبة 88 من 10% ليصل إلى 98.2 ملماء دولاراً للبرميل كما هبطت تعقود خام القياس الأمريكي غرب تاكسوس الوسيط بنسبة 88.1 ملماء مسجلاً 94.16 ملماء دولاراً للبرميل تقوم منظمة الدول المصادرة للنفط أبك بتقييم آثار الأزمة الأوكرانية على الطلب العالمي على النفط هذا العام في أجواء مضطربة غير مسبوقة وفي تقرير شهري تمسكت أبك برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 14.100 مليون برميل يومياً هذا العام ورفعت توقعاتها للطلب العالمي على خاماتها ويرفض أعضاء أبك بلاس زيادة إنتاجهم لتخفيف الضغط على السوق متمسكين بزيادة التدريجية البالغة 400 ألف برميل يومياً كل شهر بهدف العودة بنهاية عام 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة نهاية الأخبار الاقتصادي عودة من جديد إلى هبة ويسر إليكم شكراً لك يا رغضة أبو ليلى انتهت نشرة على الأخبار مشاهدين وأليكم أهم ما جاء فيها من أنباء الرئيس السيسي وقه بتنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة والسعي نحو زيادة مغزونها الاستراتيجية روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على موسكو زيالنسكي يدعو الاتحاد الأوروبي لدفاع عن أمنهم من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها انتهت نشرة الأخبار أدتكم من على شاشة التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى لقاء